أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي مشيدا في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات جاء ذلك خلال اجتماع رئيس عبدالفتاح السيسي مع ديمتريس كوبليزوس رئيس مجلس إدارة مجموعة كوبليزوس اليونانية للبنية التحتية حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانب المصري ومجموعة كوبليزوس للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع جيجي للربط الكهربائي مع أوروبا كذلك خطط المجموعة لإنتاج التاقة المتجددة في مصر اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسيد ديمتريس كوبيلوزوس رئيس مجلس إدارة مجموعة كوبيلوزوس اليونانية للبنية التحتية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار مسؤولي الشركة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع جريجي للربط الكهربائي مع أوروبا خاصة مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كبلات الربط البحرية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر وفي هذا الصدد استمع سيادته إلى عرض لجهود تعزيز العمل المشترك بين مصر والمجموعة لتنفيذ مشروع إنتاج تسعة ونصف جيجا وات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بما سيمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانبين للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن وتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات مؤكدا حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائد على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي ومشيدا في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات والذي يعكس العلاقة القوية بين البلدين